موسيقى الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وآقام الصلاة وآقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن للمسجد في الإسلام أهمية عظمة ومكانة كبرى فهو أحب البقاع إلى رب العالمين وبيت الأتقياء الصالحين وقد أضافه الحق سبحانه إليه إضافة تشريف وتكريم حيث يقول سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها ويقول صلى الله عليه وسلم المسجد بيت كل تقي والمسجد مدرسة جامعة تتغذى فيها الأرواح بالذكر وتلاوة القرآن الكريم وتبنى العقول على أساس من الوعي الرشيد ويتربى النشأ على القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة وعمارة المساجد مبنا بتشييد البنيان ومعنا ببناء العقول المستنيرة أجرها عظيم عند رب العالمين حيث يقول الحق سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح ويقول صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده لذلك رغب الشرع الحنيف في بناء المساجد وصيانتها والمحافظة عليها حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة والقائمون على ذلك هم أهل المنازل العالية ولا أدل على ذلك من تفقد نبينا عليه الصلاة والسلام أحوال المرأة التي كانت تقم أي تكنس مسجده الشريف وصلاته عليها بعد موتها إشارة إلى علو قدرها عند رب العالمين وللمسجد آداب ينبغي أن تراعى منها القدوم عليه في أجمل هيئة وأحسن ثوب وأطيب رائحة تتناسب وقداسة المكان فإنما يناجي المصلي في المسجد ربه والمسجد موضع اجتماع الصالحين وتنزل الملائكة المقربين فينبغي أن يكون المصلي في أحسن صورة حيث يقول سبحانه يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم الله أحق من تزين له ومنها المشي إلى المساجد بخشوع وسكينة حيث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار فالمساجد محل الطمأنينة والسكون ولذلك ورد النهي عن رفع الأصوات في المسجد يقول نبينا صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر ما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة كما ورد النهي عن البيع والشراء في المسجد يقول صلى الله عليه وسلم عن المساجد إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين للمسجد دور هام ورسالة عظيمة سواء في مجال التعليم والتثقيف ونشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة أم في بناء القيم الإيمانية والروحية ونشر مكارم الأخلاق وبيان أسس المعاملة السوية بين الناس القائمة على الحق والعدل وعدم الغش أو الجشع أو الاحتكار أو الاستغلال مع تخر الحلال والبعد عن كل ألوان الحرام وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن كما أن للمسجد دورا مجتمعيا لا يقل أهمية عن دوره الروحي والتواوي فمن خلاله يمكن أن يتعاون الناس على ما ينفع البلاد والعباد في جو من التكافل والتراحم وتفريج الكربات وجبر الخواطر ومواساة الفقراء والمساكين وتوسيق الروابط الإنسانية بين قلوب متفتحة للإيمان متطلعة إلى فضل الرحيم الرحمن تحقق معنى الجسد الواحد حيث يقول لبينا صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى ويقول صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد العالمين ترجمة نانسي قنقر